تحظى تلاوة القرآن الكريم وحظه بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي الذين يسعى الكثيرون لتحقيق هذا الإنجاز العظيم وفي سبيل تجيع الطلاب وتكريم المتميزين في هذا المجال أقامت مجموعة العميد التعليمية حفلاً لتكريم الأوائل الذين حققوا إنجازاً متميزاً في برنامج الأذن الواعية يحتفي اليوم قسم التربية والتعليم بالفائزين ببرنامج الأذن الواعية هذا البرنامج الحصري والخاص بمجموعة العميد التعليمية الذي يأتي في إطار اهتمام المجموعة بالبعد التربوي لا شك أن المصدر الأهم في نظرنا لهذا البعد هو القرآن الكريم وبالتالي يتمثل لنا الثقافة القرآنية إطاراً ضرورياً للإحاطة و لاستثمار التحصيل العلمي لتوجيه المتعلمين في المسار الصحيح هكذا حرصنا في رؤيتنا على أن تكون الثقافة القرآنية معياراً آخر إلى جانب التحصيل العلمي لتميز متعلمين هذا البرنامج هو درس إثرائي في جميع مدارس مجموعة العميد يدرج في جدول الدروس اليومية من مرحلة الابتداء إلى مرحلة الإعدادي خلال هذه المراحل يتلقى المتعلمون مجموعة من الصور في كل سنة يكون الحفظ فيها ليس قسرياً وإنما إجادة تلاوتها وإدراك أحكام التلاوة لهذه الآيات يكون المتعلمون ينهلون من معلميهم هذه التدريبات ليكونوا على أقل تقدير قراءة بقراءة حسنة يهدف البرنامج لا تحفيز الطلاب وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم في سبيل تحقيق التفوق القرآني فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي يتركه في نفوسهم الذي يشعرون بالفخر والاعتزاز بإنجازاته بالقرآنية اليوم نكرم ما يقارب الخمسونة متعلم ومتعلمة في مجموعة العميد التعليمية يشملون كافة المراحل من الأول الابتدائي إلى السادس الإعدادي وهؤلاء جاءوا بعد تصفيات حتيثة خرج بها الأوائل على الصفوف ثم على المراحل في داخل المدرسة الواحدة ثم الأوائل على المدرسة الواحدة وأخيراً الأوائل على المجموعة أنا اسمي مصطر ميثم عمر أبو 18 سنة واليوم رحت للحفل مع حفظي ستة أجزاء في القرآن بفضل الله ثم بفضل أساتر يعد هذا الحفل فرصة قيمة لتكريم الجهود والتفوق القرآني للمتعلمين ويعزز الروح التنافسية لإيجابية فضلاً عن تحفيزهم لتحقيق التفوق في هذا المجال العظيم ويعد إسهاماً قيماً في بناء مجتمع إسلامي يعزز القيم والأخلاق الحميدة ترجمة نانسي قنقر